أهلا وسهلا نيرا الصليبي الصباح الخير أهلا فيكم أهلا بنيلا طبعا كل اثنين بإطلالة وموضوع جديد نعم اليوم ضجة بعالم التكنولوجيا أبل وأبن اي آي ليش؟ ليش هذا الاجتماع بين جدل الخصوصية وأبل اللي دايما بتقلنا نحن بتهمنا خصوصيتكم وأبن اي آي البعيدة كل البعد عن هذا الشيء يعني هيدا بيسموه يعني زواج العقل إذا بدك بنفس الواحد زواج العقل اي واحد بتجواز مش عن حب ولكن عن عقلانية لأنه لازم نعرف الشغلة أنه أبل هي شركة أدوات ومنتجات أكتر ما هي سوفت وير بالتحديد يعني غير أنه السوفت وير اللي عنده هون هي فما عندها كان عندها الاندفاع الكبير لتطبيقات الذكاء الاصطناعية مثل ما دايما بقول أنه دايما أبل تنطر شوي أحينا في عندها منتجات معينة تنطر لتشوف تمشي ولا لا لا مش قصة تمشي كيف تتطور بتاخد خلاصة الخبرات وهي بترجع بتعمل يعني استخدامات أو أدوات جديدة من خلال هالخبرات اللي سبقتها يعني ما بيغتصوا بالمقطس قبل ما يشوفوا يتأكدوا أنه مش غير رأوه غير نيو نحن لا غير نيو نحن لا بعدين في شغلة كتير مهمة هي اللي صارت أثرت الجدل غير أنه الخصوصية أنه مايكروسوفت هي الممول الأساسي لأوبن آي يعني الشريك الأساسي لأوبن آي ونعرف أنه مايكروسوفت هي كمان شركة سوفتوير شركة لانتاج البرامج المعلوماتية وهي الخصم الأول لأبل ففي كتير صار نوع من الجدل أنه كيف أنتو بتروحوا بتاخدوا هالمنتج هذا هو أو نموذج الجهة جي بي تي وتحطوه بتطبيقاتكم علما أنه حاليا كتير ناس تمسخرت على أبل لأنه فعلا مثلا السيري صار خرفان بطبيعة الحال هو آخر منتج يمكن واحد يفكر فيه أنه يستخدمه كمساعة صوتي يعني كمساعة صوتي أنا ما نستخدمه لأسيري أكيد لأنه ما عنده صار هزبين مثل ما أقوله هلأ نحن ما فينا يعني هلأ بدنا ننطر للخريف لأنه حاليا بعد ما يعني هذي كلها كانت أعلانات بمؤتمر المطورين الأعلانات هذة أنه اللي كانت الناس كلها منتظرتها لأنه عارفين أعلنت سابقا أنه في عندهم تعاون مع OpenAI بس الناس انتظرت أو الناس اللي بيراقبوا لعمل التكنولوجي بيراقبوا شو بدت تعمل وشو هي أعلانات أبل بالتحديد من استخدام ذكاة الاصطناعية أو نموذج الذكاة الاصطناعية التوليدة تبع OpenAI يعني لسا من نعرف بالضبط لا فهمنا بلا في عدة التطبيقات أول شي يصير رح يعملوا بوست يدفعوا يصير أقوى شوية وأزكى شوية وبعدين أهمية الخطوة هاي أن هني رح ياخدوا يعني نموذج الأساسي تبعا TGPT وهني عندهم نموذجهم الخاص اللي يطوروا من خلق يعني انطلاقا من نموذج TGPT وبعدين رح يكون في مش كل الهواتف وكل إذا بدك الأجهزة رح تقدر تستعمل هالذكاء الاصطناع هذا لازم يكون عندهم تشيب ست يعني الشريحة الأم الشريحة الأم يلي هي طورتها أبل وهي سريعة لأنه بدها قوة حسابية ليش لأنه هون يجينا على الخصوصية أول شي لحتى يكون فيه سرعة حوصبة العمليات بدها تصير بقلب الجهاز مش على ما في شي اسمه خوادم أوبن آي آي ما في شي إلو علاقة بخوادم أوبن آي آي يعني أوبن آي آي ما بتحط أي أصبع على بيانات المستخدمين يلي يستعملوا أبل إنتليجنس وهون الزكاء أنه أبل سمت عملية البراند البراند طبعا مش أنه أوبن آي آي وما بعرف آي آي سمته أبل إنتليجنس آي أبل إنتليجنس آي 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 فأول شي الزكية أنه فصلت حالة عن كل عن من جهة ومن جهة تانية مثل ما أقول راح أول شي يكون في عندك الحوسبة وعمليات الزكاء العادية اللي أنه مثلا ترانسكريبت أنك تحول النص إلى صوت أو الصوت إلى نص إلى آخره هاي كلها بتنعمل داخل الهاتف أو داخل الجهاز يعني ماك أو آي باد أو آيفون بعدين إذا بدك تروح على العمليات الأعلى اللي هي تعمل صور تعمل إلى آخره لأنه مثلا فيك تعمل راح يطلعوا شيء اسمه جينومي يعني أنه تعمل توليد الإيموجي هاي بتصير بقلب الجهاز ما بتطلع على خوادم وبعدين الخوادم خوادم أبل الخوادم اللي عمليات اللي بدا تصير على السحاب بدا تصير مع أبل ما في عند خوادم أو إلى وصول إلى يعني أفضل أفضل هلأ مبكلة أنه أول شيء أبل بتقلك أنا ما تدرب على بيانات المستخدمين هي عنده نموذج أنا ما تدرب على نموذج النموذج طبعي ما تدربه على بيانات المستخدمين أنا تدربه على البيانات الموجودة على الإنترنت لأنه هن عنده واب كرولر أبل عنده واب كرولر يعني أخطبوط هدا اللي بيروح بيصير يطلع شو فيه بالانترنت ويجمع ما بيجمع البيانات الخاصة يعني الأرقام الضمان الاجتماعي أو الأرقاب الهواتف الى آخر هو ما بيجمعون ما بيجمع البيانات الخاصة يعني هيك هن عم بقوله أنا مش رح أعطيهم بطاقة بيضاء مش عطيهم بطاقة بيضاء ما يخرج على الأعلام أو ما يحكى عنه غير هن عندهم فينا نقول عندهم يعني عندهم شرعة أخلاقية بتقولهم أنه في مصدقية وهون أنه اللي بقوله قديش دفعت أبل لأوبن آي آي ما دفعته لأرش ليش لك أن شوه هن أقول لك المصدقية اسم أبل تحطه على اسم تشاجي بيتي بيعطي مصدقية لتشاجي بيتي بيعطي مصدقية لأوبن آي كلهم قالوا يعني أنت بكرة تخيل جهاز الآيفون هو يمكن تاني جهاز مستخدم بالعالم تاني جهاز مستخدم بالعالم لما أنت بدك تحط فيه تشاجي بيتي أو نموذج الذكاء طبع أوبن آي كم مليار شخص بدون يستخدموه يعني كم شخص بدون يستخدموا منتج عملته أوبن آي يعني دعاية ببلاش هن رح يربحوا مليارات من وراها لأنه يا أنه أبل من جهتها رح تكون عندها تطبيقات أنه هي عم تعطيك خدمة يعني عم بتمرق لك أنت كشركة أنا عم بعمل لك خدمة أنه هاي الخدمة اللي عم بعمل لك إياها أنه أنت بكرة رح يكون في وصول مباشر لتقنيتك علما أنه كل الأدوات يعني البيانات رح تكون مستخدمة ضمن خوادم أبل ولكن استخدام تكنولوجيا هاي دي البدا تجيب لها مصاري لأوبن آي هاي من جهة من جهة تانية في مشكلة المشكلة هون وين بالصين لأنه شو مشكلة الصين مشكلة الصين أنه أوبن آي مش مسموح بالصين يعني تشات جبتي مش مسموح بالصين فأبل هلأ بكل أدواتها يلي مستخدمة بالعالم كله وفيها تستخدم أوبن آي وتشات جي بيتي ولكن بالصين بدأ تضطر تروح تعمل يعني مفاوضات لتندمج مع شركة صينية لتقدم للخدمات وبعدين الصينية بأنهم هينيبوا موضوع الذكاء الاصطناعي أنه يقدم للخدمة بقلب الصين لأبل بالذكاء الاصطناعي الصيني ما إلو عليه أبي أوبن آي وهني كده هون صار موضوع شي تاني بالنسبة للخصوصي أنا أفكر فيه يعني استخدام الذكاء الاصطناعي داخل التليفون وكل هذا الكلام التليفون والماك أوس والايباد خلق البطارية مع مبضل ها 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 هون السؤال هون السؤال 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 أنه أبل اشتغلت على موضوع الشريحة أنه عندها الشي بيسموه أنه هي شريحة عصبية مخصصة للذكاء الاصطناعي تستخدم فقط للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي لا يستخدم الشريحة الخاصة والموارض الخاصة بالهاتف وبالأجهزة لذلك الأشخاص اليوم يلي عندهم الخمسة عشر برو وخمسة عشر برو ماكس هن الوحيدين اللي بيقدروا بالخريف المقبل يستعملوا على الهاتف الذكاء الاصطناعي مثلا أنا غا فين يستعملوا الخمسة عشر لحاله بدون البرو ومساء لأنه الشريحة شريحة هذه من شريحة M والأجهزة المكتبية لازم يكون فيها الشريحة M والايباد لازم يكون فيها الشريحة M يعني منطقيا الأجهزة يلي بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي رح تكون آخر أجهزة الآيفون والمك والايباد ومنتظار الستعاش منتظار آيفون الستعاش يلي رح يكون أكيد معا هل رح تقدر أبل بهالذكاء الاصطناعي والتعاون مع أنه تنافس هواتف بيكسل من جوجل المدعومة بالذكاء الاصطناعي هيدا السؤال المطروح لأنه هلأ جوجل بالنسبة لإلى تطبيقات شافت أبل شو فيها تأخذ منها التطبيقات هاي شو فيها تعمل بتطبيقات الزكاء الاصطناعي فبتهيألي يعني هيدا اللي حتود هلأ ما فينا نشوف إلا لتسير المنتجات جاهزة وتقدر أنت تستخدمها لتشوف كيف سهولة الوصول إليه وشوف فعلا فيها تستخدمه ولكن اللي حتود هلأ اللي موجود على الورق أو اللي شفناه رح تكون منافسة رح تكون منافسة جدا وأكيد بنعرف كيف كيف أبل تقدر يعني تغير المنتجات وتضيف على المنتجات أكيد إذا يعني هذه خطوة جريئة جدا وحتى لو ما هي كانت المنتجة أو المطورة للذكاء الاصطناعي ولكن في أمور كتير رح تتغير بكرة بتشوف في أمور كتير رح تتغير يمكن بكرة يعني مش رح نعود نستخدم بقى التطبيقات بصف الهاتف هو يعمل كل شي فهون يعني اليوم الخطوة اللي أخطتها هي فعلا خطوة تاريخية ناس يلي مثلا إيلون ماسك اللي قال ايه أنا ما بعرف شو وقام إيامته لأنه هو مع الذكاء نموذجه طبعا وما حدا عم بيلتكش فيه فما يعني ما هايته بذلك هو شاف العناوين هايته مثل كل اللي بيقروا تويتر والسوشيال ميديا بيقروا العناوين ما بيشوفوا التفاصيل كان يشوف على الأقل يشاهد شو صار بالمؤتمر وبعدين كان يقوم هو كتر خير ورجع لنا زر اللايك على إيكس وكل الأحوال شكرا ها رجعوا رجعوا اليوم شفته ها رجعوا بس أنت بعساس أنه نحن بفرنسا كان بعد ما أنا كان من شاء الله من عندي ها كان عندك من شاء الله لا لأنه كان في فترة من الهد بس هايته هايته موضوع آخر هايته موضوع آخر إيلون ماسك موضوع الحاله شكرا شكرا لك أهلا وسهلا على كل هذه الشروحات شكرا شكرا لك